السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا شباب جايب لكو تطبيق جميل جدا ومهم جدا والميزات بتاعته كل ميزة احسن من التانية واللي عجبني فيه اللي هو متوافق مع تطبيق الواتساب ممكن من خلاله اللي انت تبعت رسائل واتساب بعد يوم بعد يومين بعد شهر بعد سنة انت بتحط التاريخ اللي انت عايزه وتبعت والتليفون ببعت اوتوماتيك الرسائل هو اسمه اللي انت رايفينه قدامكم هتنزله من برنامج الميزات اللي عجبتني فيه اللي فيه ميزات كتير منهم اللي هو بتدخل على تطبيق الواتساب وبتبعت رسائل او اس ام اس او اه حتى المكالمات التليفون بيتصل لوحده في اليوم المعين في الساعة المحددة في الدقيقة المحددة اللي انت بتحددها في التليفون نضغط فتح فتح البرنامج وبتوافق على الخصوصية اللي تحت وبعدين تضغط تسجيل الدخول عبر فيسبوك كل ميزة احسن من التانية اول حاجة واتساب اعمال هتضغط عليها وتفعيل امكانية الوصول نفعل الخاصية هنفعلها ونرجع تاني للبرنامج هنا بقى انت بتدخل على واتساب اعمال اول حاجة زي ما احنا شفنا وبتفعل خاصية الموافقة اللي احنا فعلناها دلوقتي وبتضغط فوق هنا على تحديد مجموعة اللي انت عايز تبعت لهم الايميل انت بتضغط هنا وتحدد اي حد من الزئد اللي فوق ديت وبعدين اضف جهات الاتصال اللي انت شايفينها ديت نضغط عليها وبتحدد اي حد عندك على الواتساب واحد اتنين تلاتة عشرة اللي انت عايز تبعت له الايميل الرسالة بتحدد اللي انت عايز تبعت له بعد كده بتضغط اوكي وبترجع تاني بترجع تاني في اللي تحت دي بتكتب الرسالة اللي انت عايز تبعتها تحت هنا جدولة جدولة تضغط هنا وبتحدد اليوم اللي انت عايز تبعت فيه الرسالة على الواتساب والساعة المحددة الساعة انت بتحدد الساعة اللي انت عايزها وبتعمل اوكي الخاصية ديت بقى اسمها اسألني قبل الارسال. لو انت عايزه قبل ما يرسل الرسائل يسألك الاول ممكن تغير رأيك في ارسال الرسالة او لا انت بتفعل الخاصية دي. اسألني قبل الارسال نعمله اوكي. كده فتحناها. كده قفلناه هو هيبعت الرسالة. كده هيبعت الرسالة من غير ما يسألك. كده تمام ده اول حاجة. نخرج بره واتساب نفس الحكاية. هتبعت على بتتحدد الجهات الواتساب. لان اول حاجة اللي احنا عملناه هو اعمال. اللي تحتها هو اتساب. نفس الخاصية. انت بتحدد جهات الاتصال. وبتكتب الرسالة اللي انت عايز تكتبها. هنا بقى انا ما قلت لكوش عليها في اول حاجة. اللي هي ديت. لو ضغطنا عليها كده. عايز تبعت فيديو. عايز تبعت صور. عايز تبعت اوراق. عايز تبعت موسيقى. اللي انت عايزه. اللي انت عايزه بت بتضغط عليه. وبتحط الاغنية او الرسالة او الاوراق اللي انت عايز تبعتها في اليوم المحدد برضو. زي ما احنا قلنا في الاول. والساعة المحددة. هنا بتحتاج تحت جدولة اسمها تكرار. تكرار معمول قبلها لا تكرار. انت انت ممكن تعمل كل ساعة كل يوميا اسبوعيا شهريا سنويا. ده وانت عملت سنويا بيجي في اليوم المحدد. اللي في الجدولة. والساعة المحددة بيبعت نفس الرسائل لنفس الاشخاص اللي انت محددهم فوق. اللي انت محددهم في جهات الاتصال. نرجع ورا. تالت حاجة رسالة نصية. رسالة نصية. نوافق الاول. نفس الحال. نفس دي رسائل اسم اس. بتتبعت من الشريحة بتاعتك للاشخاص اللي انت هتحددهم برضو. هتضغط فوق هنا. وتحدد الاشخاص اللي انت عايز تحددهم. وبعدين بتضغط اوكي بتحددهم. بعدك هتكتب الرسالة. دي انت عايز تبعتها. اه وفي الجدولة برضو هتحدد التاريخ والساعة. وفتحت لا تكرار او لا تكرار. وبعدين اه اسألني قبل الارسال. عايزه يسألك قبل ما يرسل الرسالة. ممكن تغير رأيك او لا. اسمحنا قلنا في الاول. لا اما تفتحها. اه يسألك الاول قبل ما يرسل الرسال او تقفلها. كده اه بتتبعت اوتوماتيك من غير ما يسألك. هنرجع ورا البريد الالكتروني. حتى البريد الالكتروني بيبعته. حتى بيبعت بريد الالكتروني لمجموعة برضو كهوت مجموعة. هتضيف المجموعة اللي انت عايز تلغيه التلاتين مجموعة هووت. تحط اسم المجموعة وتحط اضافة جهات الاتصال اللي هي الايميلات اللي انت هتبعت لها. نرجع ورا برضو كجدولة. اه وتكرار او لا تكرار. واسألني قبل الارسال زي ما انتو عايزين. نرجع ورا برضو كمكالمات حتى المكالمات بتتعمل. مكالمات هنضغط بعد كده الى اول حاجة فوق مكتوب الى هتحط اه هنحط هنا شوفوا يعني تكتب الرقم اللي انت عايز تبعت له الرسالة. وهنا نكتب الملاحظات اللي هي الرسالة انت عايز تبعتها. وهنا برضو كزا ما احنا قلنا التاريخ وجنبها الساعة. بدي ايه اه بالزبط اللي انت عايز تعمله. اللي انت عايز تحددها. اه وتكرار او لا تكرار. واسألني قبل الاتصال. ودائما متاح اهوت. دائما متاح. معمول لهم دائما متاح ما ينفعش تغيرها. انت بتعمل اه تكرار او لا تكرار. زي ما انتو شايفين يا جماعة يعني برنامج جميل جدا وآه الصراحة برنامج عجبني جدا فيه تشوف كم ميزة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس ميزات كل ميزة احسن من التانية. اللي عجبني احسن حاجة عجبتني اللي هي رقم اتنين في الواتساب. الواتساب ممكن تحدد مجموعة. آآ ترسل لهم رسالة هوت مكتوب لغاية الف وتمنمائة حرف بتكتبه. وبتحدد العايز تبعت بركية تهنئة مسلا في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية عشان ما تنساشي. او تفكر حد بالدوى بتاعه مسلا. او تفكر حد باي معاد. تفكر حد بمشوار انت هتقابله فيه. آآ بتفكر حد باي حاجة يعني اي حاجة. لان ديت الخاصية ديت آآ جميلة جدا وكتير مننا بيدور عليها علشان آآ دي بتسهل عليك اللي انت تدخل على التطبيق بتاع التليفون ذات نفسه. لان ما فيش حد بيستخدمه كتير. فمل احسن ان انت يستخدم الواتساب. آآ الخاصية اللي احنا شفناها قدام حضراتكم ديت. آآ وتعملها لان كلنا بنستخدمه. الواتساب دلوقتي. آآ قليل جدا اللي ما بيستخدمش الواتساب دلوقتي. فهي خاصية جميلة وبرنامج جميل متفاعل مع برنامج الواتساب والمكالمات والبرد الالكتروني والرسائل وواتساب اعمال وواتساب آآ برنامج جميل. واللي عنده اي ملاحظات آآ يكلمني طبعا ويبعتلي في اكتب لي رسالة او آآ اكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو آآ اي حاجة انتو عايزينها والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة